من جانبه قال مدير الكلية الجوية اللواء طيار أركان حرب يسري السيد هلال قال إن الطلاب تم تأهيلهم لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير وقيادة والتعامل مع أحدث أنواع الطائرات طبعا طلبة الكلية الجوية بيتم تأهيلهم علميا وعمليا بجميع التخصصات لمواكبة التطور التكنولوجي ومواكبة الطائرات اللي يتر عليها في القوات الجوية وبيتم تدريبه وتأهيله للقيام بأي مهمة يكلف بها من القوات الجوية طبعا بيتم تأهيل الطالب تيار وجوي بتأهيل علمي وبعد كده العملي في الطيران التأهيل العلمي بيتم على أحدث أسليب التعليم في منظومة الزيرو كلاينت يعني كل طالب في كلها الجوية ليه حاسب أو ليه كمبيوتر خاص به ودي محمل عليه جميع المواد جميع المناهج البنك الأسئلة وبيتم تقييم هذه المنظومة بمنظومة الليرنج منيجمنت سيستم ودي بتدار على أعلى مستوى من الكفاءة ترجمة نانسي قنقر